قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن اجتماع الحكومتين المصرية والفلسطينية المرتقب في العاصمة المصرية القاهرة يؤسس لمرحلة جديدة وأكد المالكي على أن الاعتماد على البيت العربي وخاصة القاهرة يدلل على مؤشرات سياسية هامة مرتبطة بطبيعة التحرك الاستراتيجي الذي اعتمدته القيادة الفلسطينية الأمر الذي يشكل مغزا سياسيا مهما جدا هذا واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي للتباحث بالقضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية وبالدور المصري هو لقاء هام للحراك العربي على مستوى المنطقة